السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أوضح بس للمغررين أن أنا عفيت عنكم اليوم ما أريد أدعي عليكم عادكم من الرأية لكن قبيلت الزناه لا عفوه لهم أصحاب الأسمى المستعارة بيت الأحوال من الإمارات والسعودية واليمن عليكم الحذر أنا لا مريض ولا مجنون فحوصات في مستشفاء الأمل الأمراض النفسية موجودة وكلني يتأكد بنفسها والتقارير موجودة بالنسبة للطب النفسي للجنان آخر جلسة هاليوم عند القدسي وممكن حد يروح يسأل اسمي في الكشوفات آتق عبد الله علي الطهري ما عندي شيء عندي لحوال هنا في رأسي داخل غازي لحوال طريق الدمج عبر القرين وهم ينشروا كذلك الصالحة حتى لا ينفضحوا وأحمل حزب الأصلاح كامل المسؤولية والمئتمر والحراك الجنوبي وأنصار الله المهزلة هذه يقوموا بابيت الأحوال وقتل الليمانيين كلهم أنا صاحب الدولة وهم يعرفوا الحوثي يعرف هذا الكلام وحملهم كامل المسؤولية أمام الله وأمام خلقه وحكم الزنا والواطنة المقدسات ويتهموا باب بن سعود وبن سعود بريمه وذي دخلها دخلها لحوال زنوا شبوه هذا اللي متكنس مصعبي داخل نجرانه وأصحابه من سقوط الدولة الطهريه إلى اليوم هذا هذا ما يجب أن يعلمه الجميع لأنا مجنون ولا فيني جنان وتركوا الكذب على الناس يا زناه يا قبيلت الزناه يا بيت الأحوال أعمالكم معروفة وذا واحد معي الآن هنا ضحية في قسم شرطة السياغي سمير عباد الشهري أحضحها يا الأحوال داخلهم في رأسهم بنفس الطريقة هذا والمسؤولين اللون لهم السلطة حزب الأصلاح والمؤتمر ولن يفلتوا وبعدين عبد ربه ومن معه وتستر عليهم من قبل الحراكة الجنوبي عدروس ومن معه متهمون بذلك وحملهم المسؤولية كامل أم الدولة أنا صاحب الدولة وثائقهات الشد من الغطى العملاء باسمه ومن الدولة باسمه مع دول العالم كامل موسيقى موسيقى